المترجم للقناة أخيراً برجع بالرغم أني أسأل نفسي أنا ليش راجع لك؟ راجع لك يا أرض لأن أهلي فوقك وأجدادي تحت ترابك راجع لك لأنه شوفت أمي وأبوي تسوى الدنيا وما فيها راجع لك لأني ما أقدر أنسى عطرك وبخورك وطعمك في قهوتك وتمورك وصوتك اللي تحييه المآب راجع لسهرات البلوت والضحك اللي ما ينتهي وصاحب البقالة اللي ما يفشلي قدام الناس ويسجل بالدفتر ونصايح العم صالح اللي لازم تجيك أحترت أرجع لك عشان استمتع بجو الباحة وخضرة عسير ولا جمال فرسان وشواطب أملج عشان حضارة الرياض وروح جدة ولا جبال جيزان وتاريخ العلا عشان عجوة المدينة وسكين القصيم ولا عشان طيبتها للشرقية وكرم أهل حايل ولا عشان أصلي ركعتين في الحرم وأرتوي من زمزم أرجع لك لأن خيرك في كل مكان أرجع لك لأنك الأمن والأمان أرجع لك لأن على حدودك رجال ولأنك بذلت في سبيلنا المحار باختصار دائما أرجع لك لأنك موطني ترجمة نانسي قنقر